بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعاني شيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان أضواء من فتاوى شيخ الإسلام بن تيمية في العقيدة للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله الدرس الثالث عشر بعد المئة الثانية الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد يقول الشيخ رحمه الله في الرد على قول المرجع في حقيقة الإيمان وأنه عندهم مجرد التصليق قال ونحن نذكر عمدتهم لكونه مشهورا عند كثير من المتأخرين المنتسبين إلى أهل السنة قال القاضي أبو بكر في التمهيد فإن قالوا فخبرون عن الإيمان عندكم قيل الإيمان هو التصديق بالله وهو العلم والتصديق يوجد بالقلب فإن قال فما الدليل على ما قلتم قيل إجماع أهل اللغة قاطبة على أن الإيمان قبل نزول القرآن وبعدة النبي صلى الله عليه وسلم هو التصديق لا يعرفون في اللغة إيمانا غير ذلك ويدل على ذلك قوله تعالى وما أنت بمؤمن لنا أي بمصدق لنا ومنه قولهم فلان يؤمن بالشفاعة وفلان لا يؤمن بعذاب القبر أي لا يصدق بذلك فوجب أن الإيمان في الشريعة هو الإيمان المعروف في اللغة لأن الله ما غير اللسان العربية ولا قلبه ولو فعل ذلك لتواترت الأخبار بفعله وتوفر الدواع الأمة على نقله ولغلب إظهاره على كتمانه وفي علمنا أنه لم يفعل ذلك بل إقرار أسماء الأشياء والتخاطب على ما كان دليل على أن الإيمان في الشريعة هو الإيمان اللغوي ومما يبين ذلك قوله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه وقوله إنا جعلناه قرآنا عربيا فأخبر أنه أنزل القرآن بلغة العرب وسمى الأسماء بمسمياتهم ولا وجه للعدول بهذه الآيات عن ظواهرها بغير حجة لا سيما مع القول بالعموم هو حصول التوقيف على أن القرآن نزل بلغتهم فدل على ما قلناه من أن الإيمان ما وصفناه دون ما سواه من سائر الطعاة من النوافل والمفروضات هذا لفظه يعني أبا بكر في الاستدلال على مذهب المرجعة وهذا عمدة من نصر قول الجهمية في مسألة الإيمان وللجمهور من أهل السنة وغيرهم عن هذا أجوبه أحدها قول من ينازعه في أن الإيمان في اللغة مرادف للتصديق ويقول هو بمعنى الإقرار وغيره والثاني قول من يقول وإن كان في اللغة هو التصديق فالتصديق يكون بالقلب واللسان وسائر الجوارح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والفرج يصدق ذلك أو يكذبه والثالث أن يقال ليس هو مطلق التصديق بل تصديق خاص مقيد بقيود اتصل اللفظ بها وليس هذا نقلا لللفظ ولا تغييرا له فإن الله لم يأمرن بإيمان مطلق بل بإيمان خاص وصفه وبينه والرابع أن يقال وإن كان هو التصديق فالتصديق التام القائم بالقلب مستلزم لما وجب من أعمال القلب والجوارح فإن هذه لوازم الإيمان التام وانتفاء اللازم دليل على انتفاء الملزوم ونقول إن هذه اللوازم تدخل في مسمى اللفظ تارة وتخرج عنه أخرى والخامس قول من يقول إن اللفظ باق على معناه في اللغة ولكن الشارع زاد فيه أحكاما السادس قول من يقول إن اللفظ باق على معناه في اللغة ولكن الشارع زاد فيه أحكاما السادس قول من يقول إن الشارع استعمله في معناه المجاز فهو حقيقة شرعية مجاز اللغوي السابع قول من يقول إنه منقول فهذه سبعة أقوال الأول قول من ينازع في أن معناه في اللغة التصديق ويقول ليس هو التصديق بل بمعنى الإقرار وغيره وقوله إجماع أهل اللغة قاطبة على أن الإيمان قبل نزول القرآن هو التصديق يقال له من نقل هذا الإجماع ومن أين يعلم هذا الإجماع وفي أي كتاب ذكر هذا الإجماع الثاني أن يقال أتعني بأهل اللغة نقلتها كأبي عمر والأصمع والخليل ونحوهم أو المتكلمين بها فإن عنيت الأول فهؤلاء لا ينقلون كل ما كان قبل الإسلام بإسناد وإنما ينقلون ما سمعوه من العربي في زمانهم وما سمعوه في دواوين الشعر وكلام العربي وغير ذلك بالإسناد ولا نعلم فيما نقلوه لفظ الإيمان فضلا عن أن يكونوا أجمعوا عليه وإن عنيت المتكلمين بهذا اللفظ قبل الإسلام فهؤلاء لم نشهدهم ولا نقل لنا أحد عنهم ذلك والثالث أنه لا يعرف عن هؤلاء جميعهم أنهم قالوا الإيمان في اللغة هو التصديق بل ولا عن بعضهم وإن قدر أنه قاله واحد أو اثنان فليس هذا إجماعا الرابع أن يقال هؤلاء لا ينقلون عن العرب أنهم قالوا معنى هذا اللفظ كذا وكذا وإنما ينقلون الكلام المسموع من العرب وأنه يفهم منه كذا وكذا وحينئذ فلو قدر أنهم نقلوا كلاما عن العربي يفهم منه أن الإيمان هو التصديق لم يكن ذلك أبلغ من نقل المسلمين كافة للقرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم الخامس لو قدر أنهم قالوا هذا فهم آحاد لا يثبت بنقلهم التواتر والتواتر من شرطه استواء الطرفين والواسطة وإن التواتر الموجود عن العرب قاطبة قبل نزول القرآن أنهم كانوا لا يعرفون للإيمان معنى غير التصديق السادس أنه لم يذكر شاهدا من كلام العربي على ما ادعاه عليهم وإنما استدل من غير القرآن بقول الناس فلان يؤمن بالشفاعة وفلان يؤمن بالجنة والنار وفلان يؤمن بعذاب القبر وفلان لا يؤمن بذلك ومعلوم أن هذا ليس من ألفاظ العرب قبل نزول القرآن بل هو مما تكلم به الناس بعد عصر الصحابة لما صار من الناس من أهل الفدع الذين يكذبون بالشفاعة وعذاب القبر مرادهم بذلك هو مرادهم بقوله فلان يؤمن بالجنة والنار وفلان لا يؤمن بذلك والقائل لذلك وإن كان تصديق القلب داخلا في مراده فليس مراده ذلك وحده بل مراده التصديق بالقلب واللسان فإن مجرد تصديق القلب بدون اللسان لا يعلم حتى يخبر عنه السابع أن يقال من قال ذلك فليس مراده التصديق بما يرجى ويخاف بدون خوف ولا رجأ بل يصدق بعذاب القبر ويخافه ويصدق بالشفاعة ويرجوها وإلا فلو صدق بأنه يعذب في قبره ولم يكن في قلبه خوف من ذلك أصلا لم يسموه مؤمنا به كما أنهم لا يسمون مؤمنا بالجنة والنار إلا من رجل الجنة وخاف النار دون المعرض عن ذلك بالكلية مع علمه بأنه حق كما لا يسمون إبليس مؤمنا بالله وإن كان مصدقا بوجوده وربوبيته ولا يسمون فرعون مؤمنا وإن كان عالما بأن الله بعث موسى وأنه هو الذي أنزل الآيات وقد استيقنتها أنفسهم مع جحدهم لها بألسنتهم وبهذا تنتهي هذه الحلقة فإلى الحلقة القادمة بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم